فقوسة واحد من نجوم مصر في كرة القدم ونجوم بورسعيد واللي برضو صنع اول بطولة عالم عسكرية المصر سنة 1993 وكانت فرحة كبيرة فاكرها كبيرة جدا جدا دخول هذه بطولة العالم العسكرية المصر كابتن متحد فقوسة بيتعرض لمرض وهو مرض خطير مرض الكانسر فجأة حصل له فجأة لقى الموضوع بيتقلم من شدة المرض بكرة هيروح هيخش مستشفى السلام هيتعالج وعد يقول لي يا خالد نهاردة ادعيلي ادعيلي انا بمر بمرحلة صعبة في حياتي نروح مع الزميل طريق هاشم كابتن متحد فقوسة تقرير مهم جدا انساني جدا ياريت الناس تتعز نروح ونرجع لك تاني موسيقى 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 كابتن متحد فقوسة الف سلام عليك مرض العين مرض خبيص إنما ابتلاق جميل من عند الله أنا برحب كابتن طارق هاشم ومجموعة العمل اللي جولي البيت النهاردة في الزيارة معلش هي مرضية كنت أتمنى أن تكون أحسن من كده لكن ده قضاء الله والحمد لله أنا سعيد جدا بالتباه في الجميع حولي والله حاجة غير مش غير متوقع يعني العمل الطيب اللي الواحد عمله في حياته كلها شافه في حياته يعني الحمد لله إن أنا في حياتي شفت حب الناس ليه قد إيه شفت دعوات الناس ليه قد إيه فديا رسالة بوجهها لكل واحد في شعب مصر اخدم الناس متأخرش عن خدمة حد خاصة إنسان محتاج هتلاقي الحاجة دي هتجي لك تاني من هو متحة فقوسة؟ متحة فقوسة سيدي بقى من عيلة كبيرة أوه في برسعيد كانت من أكبر العائلات في بداية برسعيد جدي عوض بفقوسة كان رئيس النادى المصري وتالت رئيس للنادي والدي كابتن سيد فقوسة كان كابتن نادى المصري وحصل على الكاس السلطاني مرتين وأنا بقى لعبتي للنادى المصري بداية كم سنتين؟ لعبت النادي المصري بفريق الأول سنتين وبعد دخلت كل الطيران فلعبت لنادي الطيران سنتين وبعد كده انتقلت إلى النادي الأهلي كان الكابتن عبدالصالح الوحش اللي أخذني يعني فروحت عدت أربع سنين معاهم بس وقتها كان الدوري واقف عشان النكسة بعدها رحت لعبتي محترف في الكويت بنادي الشباب في الأحمدي وبعد رحت لأمارات لعبت موسمين في الأمارات وهنا رجعت لعبتي السنة مع النادى المصري وبعد كده خلت مجال التدريب بقيت مدرب ناشئين وبعدين مساعد لبوشكش مدرب معاه وبعد كده مدرب مع أسكار دول مدربين كوبار قوي وبعد كده مسكتنا النادى المصري وموسمين وحققت معنا تاك حلوة جدا وطربت المريخ في بورسعيد ثم المنتخب العسكري المصري كانت أول بطولة تكسع عالم عسكري كان يحصدها مصر على يد كابتن ملحة فقوس مصر حقق قبل كده المركز الثاني لكن المركز الأول أنا اللي جبته لمصر سنة تلاتة وتسعين بين المغرب في أرضها وملعبها كانت بطولة عالمية فعلا واتكرمت على مستوى الدولة الرئيس الداني وسام الرياضة من الدرجة الأولى المشير طنطاوي اتكرمني اتكرمت معنويا مش ماديا يعني ودي عندي أهم من المادة يعني تقدير الناس كلها لك عملية حلوة جدا وأنا بقى خدت قرار اعتزال التدريب بعد ما خدت بطولة العالم ودي عملتلي اخسارة مادية كبيرة جدا لكن احتفظت بحتة المدرب العالمي اللي جاب بطولة العالم فدي كانت عندي أهم يعني صراحة كابتن ملحة يعني اكتشفت المرض اللي عنده ازاي؟ والله يا كابتن أنا انت عارف أنا من نوعك كسول شوية طلعلي كده ورم خفيف سبته ابتدى يكبر ابتدى يتحرك في مكانه بالكبر كده فتلقيت اتنين ورمين كبار قوي تحتباطي وورم في رقابتي وورم في صدري فعملت عملية على نفقت الخاصة في رقابتي هنا واخدوا عينة وعملوها في أحسن معمل تحليل في مصر طلع اني عندي المرض الخبيث وفي مرحلة متأخرة ويمكن انت كنت من الأسباب اللي خليت برضو الناس خدت بالها من هذا الموضوع لان انا قلت لك انت بس الأول فانت اتكلمت بقى في الصحافة وفي الأعلام وقلت وانا ابتدى كل الصحفيين والأعلاميين في مصر يتكلمهم من نفسهم عن اللي عندي ووقفوا موقف رجولي بس هي العملية ان الظهر الإجراءات بتاخد وقته او كده فتعطلت شوية فالمرض ميسك فيه اكتر ظهر حاجات تانية اكتر فالتعطيل دوان هو اللي ضرني اكتر يعني حقيقة لكن برضو ما بقول دي رضت ربنا كده لغاية ما ابتدى يعني ناس حبيبي قوي وزملائي واصحابي من ايام الكورة يمكن زيزو كابتن زيزو يمكن ابرجيلا انا طبعا لو ذكرت الاسماء حذكر اسماء الافات بقى لكن انا دول ابتدوا معايا يتكلمهم وتكلموا جامد وعملوا اتصالاتهم الدفع عشرين طيران اللي هي دفعتي في الطيران سنة اربعة وستين بقيادة كنت زيزو بالطيران احتياتي لا انا عدت سنة في كل طيران ومشيت عشان الكورة اللي هو نبيل طه قائد الدفعة بلغ الدفعة كلها واللي هو شريف واللي هو صفاء كامل اللي هو نائب محافظة سكندرية السابق ابتدوا يتكلمهم ويعملوا اتصالاتهم مع الجيش كابتن في كلام حضرتك كده مش متعودين لمتحد فقوسة فيه نبرة حزن وحزن على وش الكابتن لمتحد فقوسة فيه نبرة كده تحزن يعني ايه اللي محزنة اتعلم من ايه لا انا طول عمرة كابتن طارق بدي الناس بديها مجهودي وعلاقاتي واتصالاتي وخدمت طوب الارض زعني زعلان ان انا اللي بطلب بقى يعني ما تعودش على كده وانا ما طلبتش من حد حاجة الناس اللي حوالي هم اللي طلبوا اللعبة القديمة اه الناس اللي اتصلوا بي جابولي زهول يعني جميع انحاء مصر بتتكلم كل برسعيد بتدعي لك كل مصر بتدعي لك لا المسؤولين ابتدوا بقى يتكلمهم لما العملية انتشرت جامد وكل الناس اتكلمت ابتدوا بقى يتكلمهم محافظ برسعيد طبعا اللي وعد الغربان اتصل وقال امكانياتنا كلها لك صراحة يعني وبرسعيد كلها تحت امرك والأحلى من كده كمان لقيت تليفون الكابتن محمد شيحة بيكلمني وقال خد لقيت الدكتور كرم كردي بيكلمني راجل محترم جدا وراح مديني سيادة الفريق مميش وطبعا كانت دي مفاجأة يعني صراحة لانا ما تعرفتش بيه قبل كده الراجل مشكور قال للهيئة كلها ومصر كلها تحت امرك وانت قدمت المصر وانحنا بنردلك جميلك احنا ما بنعملش حاجة غير رد الجميل اللي متحت فقوسة ما فيش حد من وزارة الرياضة ما فيش حد من امانة العامة الكوات المسلحة للتحاد الرياضة العسكري يعني بسببتك انت راجل حصلت على بطولة العلامة العسكرية او كنت اول مدير فني اللي هزا الكلام هل ما فيش حد مسلا من من زارة الدفاع الكلمة او هاي حاجة من دي لا وصراحة عن اللي كلمني كابتن طرق يحيا وهو قال لي ان يعني اتكلمت في جهاز الرياضة العسكري وقلت لهم انت في حالتك في ايه وان انت محتاج ايه وكده لكن محدش كلمني شخصيا الحق يعني سمعت ان الامانة القوات المسلحة جات بتدور علي يطلبوا من الناس التليفون بتاعه عشان يكلموني وسمعت برضو انهم هيكلموني بكرة او بعد يعني وزارة الشابة الرياضة برضو كانت فيها شغل بيتعمل بس انا ما عرفش عنه حاجة لغاية ما كلمني برضو شخصية محترمة هناك استاذ محمود الحلو اللي هو مدير التنفيذي تقريبا هناك وده برضو تربية راضية وانا تربية راضية بس انا عجوز عنه شوية كلمني وقال لي معالي الوزير اللي هو خالد عبدالعزيز وانا عرفه معرفة شخصية بس وقالوا لي ان هو هيكلمك وكده لكن هو ما اتصلش بس بعتلي جواب على البيت ان العلاج بتاعك عندنا النهاردة بتجتها حس ان الثلاث اماكن اللي يهموني ابتدوا ايه يتكلموا بما فيهم برضو برسعيد ومحافظ برسعيد طبعا شوف كل ده كوم والناس اللي كلمتني كوم انا المشاعر اللي انا حسيته يعني كل واحد يقول لك ده ما بيموت بنبتدي نكرمه ونفتكره لا انا بتكرم قبل ما موت يعني انا بتكرم وبتكرم من الدولة كلها يعني النهاردة الصبح ثلاث محافظين بيكلموني اه قلقانين علي وانا ليه اصدقاء كتير او ليه ناس كبار برضو في الدولة اه برضو في الاتحادات في احمد ناصر بيتصل بيه على طول هل يحبون الرؤساء الاندية اللي موك مثلا لا هو برضو اللي اتصل بيه وعلى طول يوميا الكابتن مطيعي الزهوي نائب رئيس اتحاد الجودو ونائب رئيس اتحاد العربي ومهتم جدا بيه والرجل المشكور برضو قال لي اي اوامر انا تحت امرك بس انا ما باخدش حاجة من حد وما ينفعشي اخد من حد حاجة وبرضو انلقيت برضو جورنان من الجرائد كتب ان انا الناس من بورس عادة دوني الفلوس انا ما حدش يديني حاجة ده انا اللي بدي الناس فما ينفعشي يتقال على متحة فقوسة انه بياخد حاجة من حد انا بكرة الصبح داخل رايح المستشفى المركز العالمي لانه طلبت اروحه ده لانه هناك العلاج بتاعي المفروض هناك بس برضو بنقول الحالة متأخرة لسه يعني ما عرفش هامله ايه سمن في مسح زري ومش عارف عشاعات مقطعية وبعدين علاج كماوي بس تاخد وقت على حساب وزارة الرياضة على حساب وزارة الرياضة حيكمله معايا للنهاية اوكي يبقى مشكورين ما اكملوش للنهاية حالجأ لهاية قناة السويس لسيادة الفريق وحالجأ لقوات المسلحة وزير الدفاع مهما الدنيا تلفوا الدور انا عامل انجاز تاريخي ليه؟ في فرقة لعبة كاسعالم كان المشير عب حكيم عامر ملبسهم زباط وهم ما كانوا الزباط لعب وكان منتخب مصر ولعبهم وطلعوا التاني وانا طلعت الاول وقسب المغرب في ارضها كمان وكسب المانيا وبولندا وايران وفرنسا انت كسبت كل مباراة تعادلت مباراة فرنسا بس لكن الباقي كله كسبته بس كسبتهم بضربات الجزاء بعد المباراة مجموعة من اللعيبة المميزة وكانوا مجندين وقتها لان السادة المشير وقتها مرضاش ان انا اخد اي لعيب مخلص جيشه قال عشان الانجاز يحسب لك شوف كان عنده انتخدت لعيبة كلها لسه فالدرجة الاولى والحاجة يعني كان معايا سعفان اسماعيلي وكان معايا محمود ابو الدهب كان مريخ سامير كان مونة كان مقاولين الحمحمي مريخ احمد رز الله يرحمه كان اسماعيلي كاس لا احنا ده خطها موجود طبعا بس كان في احمد رز الله يرحمه كان في مشير حنفي من الاهل ده ومتحة الحوف في ترسانة احمد الكاس وجنيدي محلة واحمد الكاس اولومبي اه اه وياسر ريان وعلي ماهر كان برضه ترسانة تقريبا ترسانة محلو ومنصورة اه في عبدالله الصاوي طنطة اه مجد الصياد كان دوميات يعني كل الفرقة واغلبية الفرقة كلها كانت من الدرجة الاولى اه حاجة كده وخايت بتقول كاسعان بس كان فيه اسرار وعزيمة وعملوا متشهد هيلة من ايه المصر الوقت بتشوفك وبتشاهدك تحب تقول الى الناس انا اولا احب اشكر كل من وقف جنبي وكل من اتصل بي وكل من دعالي والله يا كبتن طارق يعني انا لو جرالي حاجة مش هزعل طلس انا شايف الدموع في احناك انت دايما لبالك انت من الناس اللي لما بتيجي تعمل معي حديث بتخلينا عيط وانا بحب الاحكد ناس فأنا لا والله يا كبتن انا بس عايز اطلعك بتجول انت فيه لا والله والله يا طارق انا مش لحزين ولا كده انا نمكن ليه ابني بيلعب حديث كده وبقى مجانس جامد قوي انا المجانس المجانس طلعلي من غير ما روح اتمرن في جيم امتدتت نفخ يعني بقيت له نحسن منك من غير ما روح اموت نفسي تدريب طلعلي عضلات جامدة يعني يعني المرض مش حلو ابدا وانا عمري مش ضعيف خلي بالك انا قوي جدا الحمد لله بيعون الله عندي قوة وعندي قوة ارادة وعمري ما حضعف حتى لو السرطان ده كلما يجي الواحد يجي الاتنين كبار قوي جون واين ممثل عالمي وستيف مكوين ممثل عالمي اوما اقرأ ايه ان هم يصرحهم ان هم حيقفوا اقصاد ايه السرطان وحيحربوه تاني يوم يموتهم فانا ما قلتش الكلمة ما قلتش انا لا حقف قدامه ولا حقف وراي يعني لكن انا لا خايف ولا همين يمكن اروح ما انا عاوز اشوف الملك فاروق وعاوز اشوف فريد لطرش وعاوز اشوف هتلر وعاوز اشوف مجموعة كده بيورلوا في دماغي ودول ماتهم فانا لازم اروح لهم وهم مش هيجولي فانا مش خايف اروح لابوي اروح اه وكمان تخيّع لانت يوم الياتيم يعملوه يوم واحد ابريل يوم عيد ميلادي اشوف عندهم كم يوم في السنة طب ما تعملوه اي يوم من دول شمعنا يوم عيد ميلاد انا لغاية مامي ماتت بقى من تلات شهور فبقيت ياتيم زي يوم فما قلت مش مشكلة بقى يعملوه في كسبة ابريل معايا مش مشكلة طب اخيرا انا كبتل انت تحب تقول ايه لكل الناس انا عاوز برضو اقول لمراتي انا ظلمتها معايا كتير ودقتها كتير لان انا برضو تصرفاتي مش كلها كويسة يعني مع الناس كلها كويسة الا معاها يعني وهي الوقتة جنبي النهاردة وهي بتعملي كل حاجة طبعا لان هي اقرب حد ليا انا طبعا انا طبعا بشكرها على هذا الكلام وهي جاتي قايت لاني بسامحك على اي حاجة انت انت عملتها انا المفروض ما تسامحش في حاجة لان انا لبخت كتير وبواصل الدينية كتير وكده حبايبي وصحابي الوسط الرياضي ولعبت القرى الناس الجدعان طهربو زي تكلمني وعرض برضو كتير انت انت تخيل المزعل هاي عيط ال اه اه ابورجيلة اشكره طبعا جدا انا انسان طيب زيزو ده ما لوس زي خلي بالك زيزو ده انسان كويس جدا قال صلاح حسني كلمني سامير زاهر صحيت في المستشفى وانا عملت وقاعد جنبي وطمت نام انت في السرير وانا عد جنبك يعني الناس كلها حوالي الناس ما بتسيبنيش لحظة الناس بتحبيني يعني جالت الفن من جميع عن حق مصر ناس انا معرفهاش وناس ده ناس عياطة عياط علي قلت له ما انا لسه ما موتش وما لما موتها تعمله ايه يعني مش هلقى حد يعيط بقى اللي انا عاوز اقوله ان انا باشكر كل واحد واقف جنبي بكلمة لان انا محتاجة كلمة مش عاوز حاجة من حد في اشد وقت المرضه ومرض الخبيث السرطان بيضحك ويهزر ويعيط ويقوله مراته ما تزعلش مني وكاينه بيعدع الزملاءه وفي نفس الوقت يطلع يهزر ويضحك يعني كابتن متحط فقوس حاجة رائعة وجميلة وربنا يشفيه رب كابتن عمر كابتن متحط ربنا طبعا يشفيه وحبيبي وصديقي جدا وهو ابن نكتة سحيح ومؤمن بقدره وعشان كده هو لفت نظري في كلمة قالها هيتحدى المرض وهو المرض ده فعلا شفاة باذن الله في التحدي نفسه ان شاء الله باذن الله باذن الله يخف ويرجع لنا بالسلامة انه عزيز علينا كل الانتر ورب الشفاء يا رب كابتن نرجع تاني ونرجع لعلاقتك بقى بزميلك دلوقتي في التحدي سكندري القدامى وانا كابتن خالد انا الحمد لله يعني لا عمري اخطأت في حق حق من زملاتي ولا عمري زعلت حد وانا دي حياتي يعني وبالتالي علاقتي بيهم الحمد لله كلهم بلا استثناء علاقة جميلة علاقة اخوة علاقة محبة وده يمكن اللي طلعت بيه في حياتي على فكرة وحريص انه واستمر ان شاء الله تمام مش عايزين نكلم كتير انا عايز انت انا عارف انت مرهق شوية بس عايزين نستمتع بالقدامى للتحاد طبعا في نادي اتحاد سكندري نروح لعزة التقرير ونجعلوك تاني كابتن محمد عمر كان من ازرف الحاجات انه هو كان ماضي في نادي الكروم وبعدين جاء نادي الاتحاد خده فنادي الكروم مشكورا ترك كابتن محمد عمر لنادي الاتحاد ومرضاش يعمل اي مشكلة مع حكاية القيد وكان سيد بينا حاس الله رحمه من الناس المحترمين جدا انضمت انا وكابتن حمد عمر في وقت واحد يمكن انا سبقته بماتشين ثلاثة وبعدين اول ماتش لعبه كابتن محمد عمر كان معانا كان الاهل في مصر وبعدين رح بادئ القولمبي هنا وكابتن محمد عمر من الشخصيات المحترمة جدا والهادية جدا وفي ميزة انه بحطة هدف قدامه هو عارف عايز ايه فبيمشيله كويس وبيسعاله كويس كابتن محمد عمر ده بالنسبة لي المهما اتكلم مش هوفيله حقه لانه بالنسبة لي ده عشرة عمري ده اخويا كبير حاجات كتير قوي تربطني بالكابتن محمد عمر وقبل ما انسى اولا انا بقدم خالص التعازل لكابتن محمد عمر في وفات ابن شريف وبقول ان بطل خلف بطل ده حقيقة كابتن محمد عمر نجم نجم كبير جدا لعب دولي لعب اولمبيات صديق عمري ذكرياته الجميلة كلها معايا يعني حاجة حاجة كبيرة قوي عند ما عندكش فكرة يعني بموت فيه كابتن محمد عمر قائد مش لعب ده قائد وافتقدنا فعلا القيادة في نادي الاتحاد بعد الكابتن شهتة وكابتن محمد عمر دي حقيقة قائد وكان يوجهني كنت انا بلعب جنب منه بكرايتل حقيقة وكان هو ساعات بلعب باكلفت او مساك لان محمد عمر لعب كل المراجل فكنا نفهم بعض بالعين اقسم بديني اللي نفهمه بعض بالعين انا وهو كان يقول لي تقدم ما تتقدمش خلي بالك الهتة دي كده كان قائد في الملعب وكان كل فرقتنا تحتارم وتسمع كلامه لانه كان لعيب عالي قوي ما شاء الله عليه كابتن منتخب مصر يعني باختصار كابتن منتخب مصر حبيب قلبي انا بقامان انا كنت في خلاف بسيط جدا مع كابتن محمد عمر فانا بقول له انا اسف واسف جدا جدا على الفترة اللي كنت بيدعانك فيها محمد عمر يعني من الناس المدربين دلوقتي السفي بتاعه في منتهى الجمال معرفش وحظه يعني مش عارب بصراحة يعني بصوا كده في السفي بتاعه هتلاقي حاجة كويسة جدا وعمل بطولات بره مصر وشرف مصر بصراحة انا مش عارب بعتب بعتب مش حاول على مين ولكن انا بعتب على اي حد بيفكر في انه مثلا يبقى فيه مدرب وما يجيبش واحد زي ده بالشخصية دي وكنا كلنا بنحبه لانه ابن النادي مش غريب وعلى خلق ومؤدبه فعشان كده احنا كلنا كنا بنشجعه وكلنا بندفع فيه كلمة اخيرة توجهها الكابتن محمد عمر انا عايز اقول له ربنا يكون فعونك وربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يصبرك ويقويك على البلاء اللي ابتلى بيه وربنا سبحانه وتعالى يرحم لك ابنك ويجعله في الجنة وده انت عارف يعني ايه انا عايز اقول ايه يمكن ده الوحيد اللي هيبقى وقف على باب الجنة ويجيب اهله فربنا يرحمه ويصبره